المشاهدين الأعزاء أهلا بيكم ولقاء جديد بيجمعنا ومنتهى الجمال النهاردة هاخدكم في رحلة بحرية هاخدكم لعالم البحار حيث الأسماك والجنبري والكابوريا والستاكوزة وأي حاجة بتبلبط في الميا طبعا كل الناس أو مش هنقول كل الناس عشان فيه ناس مش بتحب السمك أوي أغلب الناس في جميع أنحاء العالم بيعشاؤوا أكلة السمك وطبعا ليها كذا طريقة في الطهي كتير جدا مش في البلد الوحدة لا ده هنلاقي كل بلد ليها طريقة مختلفة في طهي أو طبخ الأسماك الأسماك كمان موجودة ومتاحة بكثرة في البلاد اللي هي بتبقى فائيرة لأن أسعار الأسماك بتكون أرخص بكثير من اللحوم الحمراء مش كده وبس لا ده الأسماك كمان مصدر غني جدا وأكلة صحية جدا 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 أول حاجة يعني الحميات هو مفيد جدا للضايت والريجيم وخسارة الوزن تاني حاجة حتى الزيوت والدهون اللي بتبقى موجودة في الأسماك هي زيوت مفيدة جدا لدرجة أنها بيستخلصوا منها الكابسولات والأدوية أوميجا ثري وأثبتت الدراسات كمان أن زيوت الأسماك أو أكل السمك عموما بيحمي من مرض الزهايمر والخرف مفيد جدا للمخ وللأعصاب وللقلب كل حاجة ده كمان فيه فيتامينز كتير زي فيتامين A وE وD يعني فعلا أكلة غنية وبروتين فعلا أكلة هيلة جدا نيجي بقى على مستوى الأسعار هنلاقي أن أي حد أو يقدر يجيب الأسماك السمك بيمتاز أنه هو بروتين مغزي وصحي وفي نفس الوقت سعره بالنسبة لللحوم الحمراء أو للفراخ بيكون أقل يعني فيه أنواع أسماك طبعا بتبقى غالية جدا بس فيه أسماك برضو رخيصة جدا جدا وبتكون في متناول الجميع فالسمك ده أكلة عبقرية جدا جدا وكل الناس يعني بمتفقة على أكلة السمك بس إزاي نجيب السمك وإزاي ننقيه بعناية وإزاي هل كل سمك كويس هل أقدر أجيب الأسماك دي من أي حد هل لما يجي أشتري السمك باشتريه ليه مواصفات معينة ليه جودة معينة ليه أسعار معينة أكيد طبعا عشان كده إحنا النهاردة في الحلقة اخترنا لكم شركة أو مؤسسة لتجارة الأسماك أو توريد الأسماك المؤسسة دي وضيوفنا هم عندهم كزا ميزة في الشغل بتاعهم أول حاجة جودة المنتج يعني جودة منتجهم الحاجات كلها فرش طازة حتى الأسماك المجمدة اللي عندهم برضو كل معايير الصحة فيها مش كده وبس عندهم كمان مفاجأة الأسعار يعني الأسعار بتاعتهم ما فيش منافس أسعار جملة جملة كده ومن الآخر هم شباب بدأوا يعني شغلهم ومشروعهم من خطوة الأولى خالص كانت أسلحتهم الصبر العزيمة الأمانة والضمير عشان كده ده اللي نجح شغلهم ديوف النهاردة هم أبناء بلدنا أبناء مصر الشرفاء اللي سلكوا طريقهم منذ أول ما بدأوا مشروعهم بالأمانة والشرف علشان كده وصلوا ولسه هيوصلوا تاني ديوف حلقة النهاردة عندهم حلم إنهم يوصلوا لهدف معين هنعرف منهم إيه هو حلمهم مش كده وبس لأ كمان دلوا عندهم رسالة رسالة عايزين يوصلوها وبيقولوها من هنا من برنامج منتهى الجمال هنعرف إيه هي الرسالة معنا ومعاكم النهاردة ومنورنا في الستوديو أستاذ فهد الزناتي صاحب مؤسسة الزناتي للأسماك أهلا وسهلا بحضرتك ومعينا الأستاذ محمد الزناتي صاحب أهلا وسهلا بيك صاحب مؤسسة الزناتي للأسماك هما طبعا أخوة أشقاء وشركاء في المشروع في شغل بتاعهم أهلا وسهلا بيكم منورين القناة طبعا أنا كنت لسه بقول في المقدمة أن أنتو يعني شباب عصامي بدأتوا شغلكم بتعتمدوا على الشغل والجهد والأمانة طيب إحنا بقى عاوزين نعرف وتقول للسادة المشاهدين إزاي بدأت المشروع إزاي حضرك والله الفكرة دي جاتنا بالصدفة إحنا كنا عاملين ترويج لصفيتنا هي تجارة الجملة أساسا كلام ده كان حوالي تقريب من كم شهر فلينا حوالي تقريب من 50% من الناس بتطلب الطاعي فعنا كنا برود يا جماعة مع ليش إحنا أسفين الموضوع إحنا الشغالين بالجملة شغالين بالجملة فلينا مثلا جاني كده تعليق طريف طب يا فقد دي أنا عايز أكل سمك زيكم طبعا الأسعار بتحديكم دي خيالية طوله أنا شغال جملة بيعبيع بالكارتونة بالإثنين بالتلافة قال أنا يعني اللي عايز أكل كيلو ما يأكلش فطوله أفاندي بإزاي ده يأكله كمان فاكتبع طبعا محمد الفكرة دي قلتنا محمد طبعا الناس الغلابة دي برضو معنفسها بدل من هي مثلا منحاصرة في البولتو البوري بس معنى ممكن مثلا يأكله جنباري ويأكله أروس ويأكله جميع الأسماك هل فما يدر باتنا فيه مشكلة مشكلة الأسعار طوله خلاص صالما احنا بنوفر مثلا البولتو البوري ليه التجار معنى ممكن نوفره للناس لهيه المحدود الدخل اللي نفسها تأكل وبكده برضو يقدر هو يجرب كله عنه على الأسماك فجات الفكرة دي من الموقف ده من موقف صغير يعني الفكرة جات من مجرد موقف بس طيب أستاذ محمد لما أخوك بقى أستاذ فهد قالك على الموضوع ده ان احنا مثلا ايه رأيك نعمل موضوع عشانتوا بتشتغله في الجملة اه بشتغل الجملة بس اه طيب موضوع اللي هو القطاعي كان ايه رأيك فيه يعني انت كنت شايفه ازاي والله يعني هي فكرة حلوة وجميلة وهنساعد بها الناس برضو وهنقدر ان شاء الله من خلالها ان احنا نخلي اي مواطن برضو يعني محدد الدخل او متوسط الدخل يارى فيه كل جميع انواع الاسماك مش الاسماك الروفية كل حاجة لا يما بقاش محصور مثلا في البلطي في البوري في الحاجات اللي هي الشعبية لا احنا ان شاء الله في اللي احنا نعمله هنعمل مشروع جديد كده ان احنا عايزين نعمل في كل منطقة يبقى لنا مثلا منفذ بيع منفذ بيع بالتجزئة هيبقى مقارب بسيار الجملة يعني احنا مثلا الحاجة اللي هي بعشرين هنحط عليها التكريفة بتاعتها اللي هو مثلا العامل المصاري في المكان مثلا جنيه اثنين جنيه اثنين ثلاثة جنيه وهنبيحها برضو بنفس الاسعار دي يعني هتبقى باسعار مخفضة جدا طبعا يعني تقريبا هتبقى بنص الاسعار اللي موجودة في الشغل القطاعي اه وهنعمل برضو حاجة تانية خلوة ان شاء الله ان احنا ممكن هنعمل مثلا كيلو كده كيلو سمك هيبقى مشكل من مثلا ان هيبقى في جنبري هيبقى في مقارونا هيبقى في مثلا بربون هيبقى في مورجان يعني احنا على قد من يقدر نحاول ان احنا نشكل دي حاجة جديد انا اول مرة نحاول ان احنا نشكل الكيلو يعني من اغلب الاسماك عشان برضو يعني يقدر يجرب ويدوق يعني يدوق مثلا كيلو هيعرف ياكل كل حاجة مثلا مش مثلا هو رايح مخصوش هلوة فكرة المشاكل دي اه انا اعرف ان اي مش مثلا يلوح هو مع مثلا 100 جنيه طبعا هيجيب بولتو خلاص مش عارف مثلا يجيب جنبري يعني يجيب الباق اللي هو اه مش عارف يجيب لا احنا ممكن احنا نوفر مثلا كيلو هنعمله برضو بسعر يعني رمزي جدا يعني في متناول الجميع هيبقى متشكل فيه كل جميع الوعي الاسماك هيبقى فيه جنبري فيه مثلا قطرة صبيت حتة فيليه بلدي هيبقى كل المكونات مكونات اللي عندك هتعملها بتشكيلة كيلو هيتبقى كلها اسماك طازة مش هيبقى فيها اي نوع من اسماك من الاستوردة وبرضا هنعملها ان شاء الله بسعر رمزي فاحنا ان شاء الله كل اللي احنا هنعمل المنافس دي هيبقى فيها برضو هنوفر فيها الحاجات دي وهيبقى برضو متوفر فيها البولت والبوري وجميع انواع الاسماك البحرية باقل الاسعار يعني هتبقى باسعار خالية ان شاء الله طبعا للتواصل مع مؤسسة الزناتي للاسماك الارقام كلها على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين التواصل مع المؤسسة والمسمكة بقى اللي هي الشادر ان شاء الله بتاعهم كل الارقام للتواصل على الشاشة وعلى صفحة الفيسبوك كمان طيب استاذ فهد احنا لو تكلمنا على مثلا ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك انت كشركة اللي هو موضوع الجملة اه ايه المشاكل اللي هي وجهتك حضر في بداية لما جينا مثلا ننفذ موضوع الأطاعدة طبعا خلاص اتفاعنا وخلاص هننزل نبيعهم وان كل الناس هتكون سمت طبعا في بداية مثلا كمثال انت رأت المنتجز مثلا زي المنتجز التجمع الخامس كمثال فانت مثلا حواليك في مثلا محلات كبيرة فانت لما بتنزل مثلا تبيع البضاعة بتاعتك بسيارة مثلا الرتح فيه ها مش بسيط فبالتالي انت كده بتباقي الناس اللي حواليك فطبعا بدأ ايه مرة واثنين وثلاثة ايه خلاص تعرفنا مثلا لم يجيز بنروح لمحل كبير يقول له مثلا البلت بكام يقول له مثلا من خمسين يقول له اعم ازاي ده مثلا فيه ناس برا فيه ناس بيبيع واسعار بقى ضارق مالي اعم بدأت المشكلة من هنا ازاي كده احنا مثلا انت كده مثلا جاي توقع المحلات دي اه طب بديف حد انا مثلا انا كفهد مثلا او كمحمد انا بصلت الموضوع من احتيه احنا مش لازم كل حاجة مثلا نرميه على الدولة والجيش 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 ولا يموفر لنا كل حاجة والجيش مشكورا قادر يوفر لهو اقدر يوفره بس مثلا في المجال بتاعي انا اقدر برضو اخدم زي في الجيش مع لايلم حضرتك انا كنت فرد في القوات المصلحة في سلاح السلاقة المصلحية ما شاء الله ده سلاح صعب تقاوي اه جميلة مسرعبية فبالتالي طب انا انا اقدر اساعد بس المشكلة بقى في اللي بتعايز تكمل زي ما خدمت في الجيش خدمت البلد عايز تكمل انا شايف مثلا الناس دي بتيطعب والناس دي بتيشأ بس مش قادرة تلبي جميع طلبات الناس زي ما حضرتك مثلا الناس اللي هي الهاي لايف مثلا بيأكل في النحلات الكبيرة ما هو الغالبان عايز يأكل عايز يدور مش ينفع بقى ان يفضل يستنى بقى ممكن ما يعرفش يوصلي العبور انا في العبور بقى بيب السعر مخفض بس هو مش هوصلي عايز تنم كيلو و ثلاثة كيلو انا لسه هوصلي العبور ومش هفق فيكسل ان هو ايه ينزل عبور اساسا لايه عما نهاجة يجيب لك الحاجة لحد عندك وبأجود الاصناف ولا نوعه بأرخص الاسعار انت المستفيد بس مين اللي مش مستفيد من الموضوع ده اللي هي المحلات الكبيرة المحلات الاو انت ازاي كده عاميه انت كده مثلا بتتوقع الدنيا معايا فبادت المشكلة من هنا بقى كل ما نروح مكان مثلا ايه بتطلع فيه مشكلة اه يجي مثلا اي حد لا لا ما ينفعش كده مش هفين ما ينفعش غلا طب ايه المطلوب مثلا تصريح مطلوب فبتلاقيه بعادلك الدنيا طب ليه ما عملتش تصريح الموضوع في الفكرة مش في التصريح انت تصريح مثلا لو الموضوع سهل كنا احنا عملناه بس بتلاقيه عرقيل بتقابلك في السكة تمام هو حدرك لو جدي بسيط الموضوع عشان كده احنا بالناشط لازم الحاجات دي نكون احنا برضو تبقى فيها تسهيلات للناس عايزين يعملوا انا مش محتاجة الفكرة دي انا بالنسبة لي كتاجر جملة خلاصا الحمد لله بكسب من شغلي انا عايز بس الناس اللي نفسها كل مصر تاكل سمك اللي هي عايزة صح في وقت ان شاء الله كل الفكرة دي توفق طيب استاذ محمد ايه اللي يخليني مثلا انا يعني في معلش كتير بتوع سمك اللي يخليني انا اشتري من عندكم يعني ايه اللي بيميزك عن غيرك طبعا اول حاجة جودة قبل السيار وقبل اي حاجة يعني انت هتشتري سمك طازة سمك جاي من العبور يعني بتاع اليوم النهاردة مش مخزون ولا مركون في محلي مثلا باليومين ثلاثة تاني حاجة هي بس علينا برضو يعني يعني هي بمخفض يعني ممكن يوصل لنص اصحار المحلات التانية يعني انت بتقول انك عندك الجودة والسعر هم دول راس مالك اللي بيخل الناس تجي لك طيب عايزة اسأل لي قصص فهد ايه المنتجات او انواع السمك اللي عندك اللي يعني ايه لو ما توفرتش عندك بتبع لها اقبال لو ما توفرتش هيحصل المشكلة هو رقم واحد البلطي مندي اكل الشعبية للناس كلها بس دي ولا يا الحمدى ده في اغلبية الاوقات المتوفرة بس ممكن سعر يوم اختلف عن التاني في الضبل فدي بتبقى الازمة هو مثلا متعود اكل البلطي بخمسة وعشرين فجأة في موليه اللي بقى خمسين فمجرد بس ان السلعة تقل وما تنزلش عنده في العبور بالكمية الكبيرة اللي تقضي الناس كلها ديف حد ازادها تبقى ايه؟ كارثة اه البلطي بزي عشان هو في متناول الجميع وبعدان احنا كماصرين بنحبه كمان جدا من استغناش عنه طب احنا عاوزين كم فيه صور عايزين فيه صور المنتجات بتاعتكم عايزين يعني اهو واضحة على الشاشة اهو اه ده ايه بقى ده الشعار بتاعكم صح؟ اه ده الجنباري ده ده اللي عد البلط والبولي اه ده بقى الجنباري طبعا ده الجنباري ده المنتجات بتاعتكم طبعا ده بص يا عم شاء الله ده البلطي ده البلطي وده البوري وده الجنباري هو ده المستورد اللي موجود عندنا اه بس اه لاحست واحد لونه ملون وواحد لونه قابل ده يا فاندي بقى بشاركات يعني مثلا في الهندي وفي الارجنتينيك حاس كل دول حاسب البحر بتاح تمام زي ما احنا شايفين على الشاشة ده الكابوريا كل ده فرش طبعا طازة كله جاي من البحر ده وارمية 11 الفكرة فاندي في مدول فرشي ومستورد بس عشان في ناس بتبقى طب ده ايه بس نشوفه السور وحنتكلم دي باغه حاجة اسمها باغه اوليها اسمي ثاني زي السوريدية وفيها اسمها هورس في كل مكان بيسميها باسمها باسمها بس هي عندنا احنا اسمها باغه ماغه ودي عليها طلب اه دي شعبية حلو طرف الشاوي ده وار ده برضو قلي شكله حسب طرح اللي تاجب حضرين طبق احنا قلنا طبعا في مية طريقة السمك ده فعلا كل واحد اللي يزوق فيه ده بقى جنبه ده فرش ده كل ده بقى فاس ده هي الصفحة طبعا للتواصل مع الصفحة اسماك الزنكي ده صفحة الفيسكوك للتواصل معاكم علشان انتوا بدأتوا تتوسع بدل الجملة هيبقى ايه الشغل كمان ابطاعي بس ملحوظة لحضرتك بس الناس بدايما تبقى فاكرة كلمة مستورة دين للسمك ده مثلا ايه اه ازاي المستورة ده بنلجأ له في الوقت اللي بيقف فيه شغل البحري انا لازم مثلا فترة معينة كده من شهر خمسة لاخر الشهر تسعة الصد يوقف عشان تدي فرصة للسمك ان هو تكسر ويرجعلك بانتر تاني ايه انا سمعت قبل كده فعلا مرة من حد بتاع سمك كنت باشتري قال لي فعلا شهر تسعة لشهر خمسة بالضبط كده اه هو ده المعادل ممكن في فترة دي ايجي مسا انا وحد يتكلمك يقولك الجمبار دي بلدي يعمل الوقت ده مش وقت دي بلدي لا انت كده ازاي انا عايز جمبار بلدي هو ده المجمد اللي انت بتخطه عشان يطلع في الاوقات في الفترة بقى اللي هي من تسعة لخمسة بالعكس اه بتطلعو ده وبعدين احنا عارينا والدراسات اثبتت ان حتى السمك المجمد بالذات ما بيتأثرش خالص قيمته الغذائية لا تتأثر خالص وبيبقى طعمه كمان زي الفراش هو نفس الطعم التخزين بتاعه يبقى مثلا ممتاز جدا لانه لازم يحافظ عليه مدة صالحية بالكامل تمام بس ولو جيت حسبتها حضرك كله سمك وكله جامل باح بس الفكرة ان انا خزنتلك الطلب ده او المنتج ده في وقته معين عشان لما يكون البلدي خلصان تعرف تاكله يبقى متوفر طول السنة تمام وفيه برضو انواع اساسا نفسها هي اساسا مستوردة زي مثل المكريلات دي طبيعة مستوردة اه دي مستوردة واحنا عارفينها طبعا ولها يعني لها الزبون بتاعها لها الزبون بتاعها طيب استاذ محمد يعني انتو شركاء وكده واخوات انتو شايفين بقى يعني زي ما نقدمتكم كده انتو مكافحين ومكتهدين وعندوكو الامانة وعندوكو الشغل وحبكم للشغل انت شايف نفسك فين مثلا بعد فترة بعد كذا سنة شايف الاسم الزناتي ده المؤسسة شايفها فين ان شاء الله لو ربنا كرم ونفذنا اللي احنا بنتكلم فيه ده ولقينا المسعدات ولقينا حد يساعدنا في ان احنا نعمل منفذ في كل منطقة ان شاء الله هنعمل منافذة على مستوى الجمهورية كلها يعني هيبقى في اي بلد او اي حافظة هيبقى متوفر فيها جميعا وعلى اسماك البلدي اللي حاجات اللي هي منافذة ممكن تكون متوفرة في القاهرة وفي الاماك الوريبي هنا بس لا احنا ممكن نخلىها واجهه ابل برضو يعني نوفرها في اي مكان ما فيه كل الاسماك البلدي وان شاء الله يعني برضو احنا هنعمل صفحة اليوتيوب هنعرف فيها الناس هتبقى بنفس اسم الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعت الفيسبوك يعني خلاص يعني المشاهدين برضو ينتظروا منكم قناة على اليوتيوب فيها بقى انتوا هتشرحوا كل حاجة وكل الجديد عندكم هنشرح كل صنف فوائده ومميزاته وسعره جودته هنعرف الناس الفرق بين السمك البلدي والسمك المستورد لان فيه ناس كتير ما اترفش الفرق بالبلدي والمستورد.طبع ان هم ممكن ي обнаружيو يشتروا من محلات السمك المستورد علي انو بلدي معني هن combos يعني مفيش فرق كتير.أكيد طبعا البلدي اي اكود بس يعني الفرق مش كبير لدرجة اننا ااجي مثلا غش الزبون كYip أقول له در بلدي واحلف لو ان السمك در بلدي عشان نشتريه نعم؟ هنعرفي الحنا الناس بقى الفرق بين اي نوع سمك مستورد وبين اي نوع سمك بلدي مع العلم برضو أن الأسماك المستوردة مش وعشة يعني أسماك المستوردة لا لا دا لها زي التونة والمكرل كل حاجة والجنبري والمكرونة احنا عندنا أسماك الحمد لله كلها درجة أولى يعني حاجات برضو لما تيجي تكلية هتلاقي طعمها بقريب للسمك البلدي بالنسبة 90% يعني مش هتفرق كثيرا عن الأسماك البلدي طيب أستاذ فهد أنتوا ما فكرتوش يعني زي ما أستاذ محمد كده قال إنه إن شاء الله حلمكم الحلم بتاعكم أنتم تتوسعوا يبقى لكم منافذ في المحافظة يعني في المصر كلها طيب ما فكرتوش في موضوع يعني تصدروا للخارج بقى أحنا الحلم بتاعنا إنه إحنا نكفي لا ما جاشف في ذلك المشروع دا تقول مثلا أن أصدر للدول البرة أنا يهمني إن الدولة بتاعتها اللي تستفيد رقم واحد وطنية أيوة كده الوطنية دي طبعا أعلى حاجة فيك إن أنت إيه الوطنية عندك ما شاء الله يعني تحس الدمك أنا كنت جند في القوات المسلحة فأنا عارف الناس دي عايشة إزاي أه فعلا يعني أحلى حاجة فيك حس الوطنية بجد وبقى بالمناسبة بقى وإحنا بنتكلم كده أعيزك بقى تقول الرسالة بتاعتك الرسالة فاندي بأن أنا ومحمد أخويا مش ينفع وحدنا نعمل دا كله محتاجين حد يساعدنا حد من المسؤولين يتبنى الفكرة بتاعتنا أنا بوفر صنف من الأصناف للناس كلها لغالبات الناس بدل ما الجيش يشايل كل حاجة أنا هساعده زي مثلا الجيش ليه منفذ في كل مكان أنا عايز بليه منفذ في كل مكان للأسماك أنا عايز أساعد يعني أنت عايز تبقى زيك زي أي جندي بيساعد البلد الدولة دي ليه حق عليا والناسب دي ليه حق عليا أنا منهم خلاص لمن يهموا الأمر بقى أنت دلوقتي تمام توجه رسالتك أتمنى أن حد يفيدنا المبادرة بتاعتي أنا ومحمد الزناتي أحنا عايزين كل الناس تاكل سمك السمك المطفر لكل الناس معدول الدخل من الطفل للرجل الكبير بل أسعار جودة سعر كويس سمك أنت هتاخده وأنت عارك أنت هتاخده وبتاكل إيه بضمان مؤسسة الزناتي أحنا فندم كلنا كده عايزين نخدم الدولة إن شاء الله صوتك يوصل طيب أسوة محمد عايز تضيف إيه للرسالة مع العلم أن الأسعار اللي الناس بتسمعها في المحلات ببرا دي الأسعار الخاليدي بالأسعار يعني اللي هي وريبة وإحنا اتكلمنا مع الناس كتير على الأساس أن إحنا مثلا إحنا ممكن بدل ما نبيع الحاجة بضعفها لا إحنا نساعد الناس برضو عشان نشتري بدل ما أنا ببيع عشرة كيلو مثلا هيبيع عشرين كيلو يعني بدل ما يجي لي زبون هيجي لي اتنين وثلاثة وخمسة بس للأسف يعني فيه ناس مش حابة الفكرة دي حابة لا أنا عايز أجيب الحاجة ومعاشرة بحب عشرة نكسف فيها ضعفة طيب يعني رسالتك برضو أنت وفيه ناس كتير يعني كانت بتدايقنا دايما في الشغل بتاعنا أن إحنا لما نروح مكان كان بيتقدم فينا شكاوي بسبب الأسعار وبسبب الجودة يعني أنت بتبيع نفس الجودة اللي عندي وبسعيله ليل فإحنا اتكلمنا مع الناس دي على أساس أنهم ممكن يقربوا الأسعار شوية من الأسعار بتاعتنا وإحنا مش هنعمل الحاجة دي بس الناس برضو نصممة أن الحاجة تتبعه بضعفة أن أنا لما ببيع قطاعي أخذ الحاجة بعشرة ببيعها زي من عائل بعشرين بثلاثين بخمسين لأ تكلها ناس معينة من اللي هي اللي في البلد أما الفقير ده مالوش دعوة غير البولتي والبوري واللي هي الحاجات المكريل والحاجات الرفيسة دي بس طبعا إن شاء الله صوتكم يوصل ودي يعني رسالة مشروعة هم عاوزين مش طالبين أكتر أن حد يساعدهم لمن يهموا الأمر أنه هم يوصلوا للي هم عاوزينه اللي هم يساعدوا بس وأكلة السمج دي توصل للغلابة وتوصل للناس محدود الدخل وده رسالة مشروعة وإن شاء الله صوتهم يوصل بإذن الله طيب يا أستاذ فهد إحنا بقى نرجع لموضوعنا دلوقتي أنت مثلا على مستوى مثلا تجارة الجملة أو حتى لو أنتوا لسه هتشتغلوا كمان خلينا نتكلم على تجارة الجملة أو حتى أي حد يشتري منك أطاع وجي مثلا اشتكى من حاجة قال لك لأ دي مثلا جات له شكوا من المنتج بتاعك هل أنت عندك ساعة الصدر أنك بتتقبل للنقض يعني تقوله كده وتقوله لا وحدش يقول علينا حاجة دي حنا حاجتنا زي الفل ولا بتسمعه وتقوله طب تعالى سماعك فيه لا فإن دي لازم أسمعه دي الزبون الزبون دائما على حق وأنا أولا رقم واحد أنا لأ مكان أصف بايعين كده تجي تكلم أقولك لا 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 لو سمع ما عليش حضرك ما تقرنيش أنا رجل بتاع جملة فأنا عارف أنا بعمل إيه وعني ليه مكان في السوق ليسمي في السوق لازم أحافظ عليه لازم أبيه الحاجة أنا وثق منها يعني بتسمعه دي أول طبعا دي حقه بتشوف المشكلة هشوف المشكلة لو هي من عندي مثلا واضح لها أحليها له تمام ممكن منك النفس مثلا هو مش فهم هو واخد إيه أو مثلا هو مش عارف هو بيأكل إيه أو مش عارف صح ما هو معليه كل مثلا ما مشكل الناس فهم في السمن يعني مثلا هقول لك حاجة يعني مثلا في حد يروح يجب بوري ويقليه بالزبط يقول ليه البوري يجوز مني طب يعني أنا قلت لك إليه فالبوري يجوز مني إليه حيلاقيه بوري عن جلدة بالزبط كده طب هل دي مشكلة أنا مشكلة هون كده كده يا فاند ما احنا مكاننا موجود في العبور ولله الحمد الحد لان مجاتش ولا مشكلة لأننا هواسكم من الحاجتنا تمام تاني حاجة مثلا أنا عارف أنا بعمل إيه تمام والزبون دا دايما احنا عندنا مبدأ أنا ورحمد أخوية دايما لزبون على الحق دايما فأنا بسمعه الآخر لأنه هو مثلا هو دايما اللي إيه بتسمعه وبتشوف الحل وبتشوف المشكلة جاية منين دا أحيانا مثلا ممكن يجيزبون مثلا بالصدف مثلا أقول لي على فكرة نحصل مع مشكلة مع تاجر الفلاني يعني الموضوع مش عندي طب خلصت علي عم وأنا مثلا بعلاقتي مع التاجر دا أنا ممكن نحلل له مشكلة برضو تشوف بالزبط كده دبلوماسي من الدرجة الأولى أنا بكتور أصفاد مجتمعية فعلا أيها فعارف الحاجات الاجتماعية دي طيب نسمعت كمان يعني أنتو عندوكوا في سيخ وساردين يعني إن شاء الله برضو هننزل في المنافذ اللي هي هتشتغل تجزئة هننزل فيها في سيخ وهنزل فيها ساردين وهنزل فيها كل حاجة إن شاء الله وهي بفاة رنجة برضو فاة رنجة فاة رنجة عشان الحاجات دي برضو تبقى مطلوبة أكيد طبعا طيب أنا كنت عاوزة أسألك أستاذ فهد عن اللي هو بقى طرق التخزين أخيرا كده عشان نختم الحلقة أولا المستور دي احنا بيبقى عندنا في تلاجات في العبور تبقى مجهزة هجيز كامل للتجميد دي أه عشان خلي بالك ده سوق التخزين ده طبعا ده ده ما أولا قولي بقى بسرعة كده احنا مثلا في السمك المستورد ده مثلا بيجي الحاوية مثلا لنا مثلا في خلال مثلا ساعتين ثلاثة لازم تبقى نزل في التلاجة الأسل احنا عاملنا مثلا في العبور لان اسمعت برضو ان السمك بيبوز بسرعة بالضبط بجرد بس انت مثلا مكاسبون انت خدت مثلا وطلعت بي في الشمس فهو كده يبوز منك بس انا دايما طول ما هو عندي في العبور انا محافظ عليه طول المدة تصلحة تلاجات بقى تلاجات طبعا بتبقى متكلفة تكلفة جامدة جدا الموضوع مش سهل زي ما حدث فاكرة ايوه المنتجات بتاعتكم للناس المحدود الدخل كان معانا اعزائي المشاهدين كان معانا النهاردة استاذ فهد الزناتي والاستاذ محمد الزناتي اصحاب مؤسسة الزناتي للأسماك بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في حلقة جيدة الى اللقاء اشتركوا في القناة